إحدى أعمق الغاز البيتكوين هي هوية مؤسسها ساتوشي ناكاموتو في أكتوبر 2008 أعلن ناكاموتو عن إنشاء عملة بيتكوين المشفرة وظل نشط في المجتمع وعلى التواصل مع الآخرين لمدة سنتين بعد إعلانه عن البيتكوين نشرت آخر رسالة إلو في ديسمبر 2010 ولكن لم يستطع أحد حتى اليوم معرفة هويته الحقيقية بتشير بعض التقديرات إلى أن محافظ بيتكوين الرقمية المرتبطة بناكاموتو بتمتلك حوالي 1.1 مليون بيتكوين وبتبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار اعتبارا من يونيو 2022 علما أنه لا يوجد سوى 21 مليون عملة بيتكوين فقط في العالم بتمثل مقتنياته جزء كبير من جميع عملات البيتكوين التي سيتم تعدينها وعلى الرغم من الجهود العديدة للكشف عن هويته أثبت ناكاموتو أنه بعيد المنال وقد تم عرض العديد من الأسماء المحتملين لشخصية ناكاموتو وبنذكر أشهرهم دوريان ناكاموتو حيث ادعت مجلة نيوزويك العديد من أوجه التشابه بين ساتوشي ناكاموتو ودوريان ناكاموتو فكلاهما يحمل ميول تحررية واتصالا يابانيا اتخرج دوريان بشهادة في الفيزياء من جامحة كاليفورنيا وعمل في مشاريع سرية هو أمريكي ياباني وادعى كاتب المقال أيضا أنه ناكاموتو قال أنه لم يعد متورط في عملات البيتكوين وأنه حولها إلى أشخاص آخرين إلى أن دوريان ناكاموتو نفى هذه الإدعاءات وقال أنه ليس لديه أي علاقة بالأمر وأنه ليس ساتوشي ناكاموتو مؤسس بيتكوين فمن هو مجهول الهوية؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today